استطاع جناح مملكة البحرين في إكسبو ميلان 2015 يحصد وبكل جدارة الجائزة الفضية في فئة الجوائز المخصصة للهندسة المعمارية في الإكسبو من بين 150 جناحا وطنيا كان مشاركا في المعرض لتكون البحرين هي البلد العربي الوحيد الذي حصد جائزة في فئة التصميم المعماري والدولة الخليجية الوحيدة التي حصدت جائزة عموما ضمن الإكسبو وقد اختارت اللجنة التحكيم الدولي مبنى جناح البحرين الذي أقيم تحت عنوان آثار خضراء كثاني أفضل مبنى ضمن الشروط المعمارية الموضوعة من قبل إدارة الإكسبو والتي تراعي شعار دورة الإكسبو هذا العام تغذية الكوكب طاقة من أجل الحياة وتراعي خصوصية الاستدامة والبناء وجمال الشكل الفريد وبهذه المناسبة أكدت معالي رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ مي بنت محمد الخليفة أن اختيار جناح مملكة البحرين هو تأكيد على أن البحرين قادرة على صياغة تفوقها منجزا عالميا وكان جناح البحرين والمؤلف من عشر حدائق زرعت في مختلف أنواع الشجر المثمر في المملكة بالإضافة لمعرض يعكس غين التاريخ الزراعي قد شهد إقبالا من قبل جمهور الإكسبو الذي صوت له منذ الشهر الأول وضعه ضمن أفضل ثلاث أجنح للإكسبو وقد زاره خلال فترة الإكسبو أكثر من مليونين ومئتي ألف زائر